طريقة اللعب النهاردة نبدأ الأول بطريقة اللعب ونشوف معنا صورة الأول إيه الفكر بتاع روي فيتوريا اللي كان عايز يطبقه نبدأ واحدة واحدة كده نشوف هو الفكر إيه اللي عايز يعمله وهل فكره كان موفق وإيه الأخطاء اللي شاء اللي عمل لو جبنا صورة طريقة اللعب هو بدأ النهاردة بيه دي طريقة لعبه منتخب مصر عشان الناس برضه تبقى فاهمة زيزو يا جماعة زيزو كان بيلعب إيه مش عارف إيه دي طريقة لعبه منتخب مصر بس هو لك برضه يا سابت ما كانش أمانة زيزو ما كانش عالخات زي الزمالك وبالعبش بس ثواني كريم هقولك أهو استنى راية متفلد هو واخد الجنب اليمين يعني هقولك أربعة أربعة واحد واحد الأربعة يعني في حراسة المرمى الشناوي من الأربعة اللي وراء حجازي نحية اليمين ومنع من نحية الشمال من اللي نحية الباكرايت محمد هاني تمام ومحمد هاني هنا تظلم ليه؟ حجازي لجنبه عشان كمان زيزو واقف طول الجيم قدام ومعلق قدامه فمش عارف أسلا ينطلق كمان الناحية التانية محمد حمدي التلاتة الاثنين اللي في وسط الملعب حمدي فاتحي والنني أنا كنت لما قرأت التشكيل قبل المتش افتكرت أن زيزو كالمعتاد بيلعب إيه؟ ارتكاس ثالث ومحمد صلاح وينج ايه وتريزيجي نحية الشمال وقدام مصطفى لا اللي هو فاجئنا أنه هو بيلعب أربعة أربعة يعني حاطت هنا زيزو نحية اليمين ومن نحية الشمال تريزيجي اللي هو ليفت متفلدة على الصورة الصورة دي في حالة دفعية مش حالة هجومية الحالة لا الحالة الدفعية هتبقى أتنين جنبه بعض هيبقى صلاح جنبه مصطفى هاوريك دلوقتي هاوريك بالصورة ايه أنا دايما كنت بشوف صلاح صنع العاب ايه لا انا كنت بشوف صلاح يعني هنا مثلا ارتكاس ثالث معهم خلينا قوي اه مصطفى محمد اهو انا كنت بشوفه على يمين مصطفى محمد دايما اه في الجزء ده ايه بيرجع لغاية نص الملعب بيطر لغاية 18 مهاجم تاني في هذا لا في هذا في الجزء ده تفهم قصدي يعني أنا عريزة أوصلك لإيه ولا يعني أصدح حدك أن مصطفى جنب محمد صلاح اتنين قدام لا هو محمد اللي جنب مصطفى ولكن محمد متأخر لسن مترحل على يمين شوي مش بيلعب زي الليبربول مثلا أنه هو بيلعب نحية يمين على الخط ولا بيلعب في بعض الأوقات لما يورجن كلوب بيحطه ما بيلاقيه تعيبه بتاعه عايز يلعبه ويفضل مخليف الملعب بيعمل ايه بيحطه راس حربة راس حربة زي مصطفى محمد كده ولا هو تحط مصطفى محمد أو يعني ولا هو تحط راس حربة ولا هو تحط جناح أيسر هو أخذ لعيب حر في وسط الملعب مش حر أنا عمري ما شفته من أحد تاني صح؟ هو مترحل سنة ناحية اليمين عشان عادلة رجل هو ما بين ما بين مصطفى محمد وما بين ناحية المنفس بس هي على الورق ومحمد كان بيعمل ايه؟ كان بينزل لغاية نص ملعب نص ملعب عشان ينزل يستلم في بناء الهجمة بس هي أربعة أربعة محمد صلاح تحت مصطفى محمد بالضبط ممكن محمد صلاح عشان عادلة رجله أو متعود يلعب ناحية اليمين بس هو كان المقصود منها أنه هو عايز اتنين قدام محمد صلاح ومصطفى محمد محمد صلاح بينزل يسقط محمد صلاح صنع ألعاب رسمي النهار يعني هو صنع ألعاب المنتخب صنع ألعاب ناحية اليمين بس؟ يعني هو صنع ألعاب جزل عيمن ما دي بقى ديه توظيف صلاح هو خسره أصلا في المكان دا ليه؟ أنت صلاح خطرته كلها جوة 18 محمد صلاح بيأخذ أماكن جوة 18 الفينش بتاعه منتاز أنا إيه اللي يخلينا رجع محمد صلاح هو اللي يتدرك بالكورة هو اللي يصنع الفرص دا مش دوره بس عمل كده هو أكتر لعب صنع فرص معنا الإحصائيات أكتر لعب صنع فرص بس دا مش دوره دا مش دور صلاح قدام كفينش كجناح خلاص يبقى قاعد مصطفى محمد ولعب صلاح اه انت عايز كده يعني؟ لا مش أنا عايزه يلعب كجناح ييمين مكان زيزو مكانه جناح ييمين يوب أربعة تلاتة تلاتة أنا شايف أن مشكلة منتخب مصر فوسط الملعب لازم التلات أحسن تلاتة في مصر دا الكلام وجهة نظري مروان عطية ما يعودش احتياط يا كابتن إسلام صح مروان عطية أحسن لعيد ستة في مصر كلنا متفقين على هذا الأمر بعيدا عن ان احنا في قناة الأهلي ويقولك اللي يقول يقول طبعا لكن انا بتكلم هنا عن مصلحة العامة للمنتخب الوطني ان مروان عطية ما ينفعش ما يلعبش ياسر إبراهيم ما ينفعش ما يلعبش صح ولا فاتوح بس رحمد حمدي بصراحة كان كويس مين؟ رحمد حمدي نرأي كان كويس عمل جبه كويس وجهة نصر محمد حمدي من الناحية الهجومية وجهة نظر ممكن أشوفه كويس ده في واحدة دفعيا؟ اللي دفعيا ضغطية عكسية ماشي ده في واحدة ده في واحدة يعني الكرة اللي هي تلعبت بالعرض والولد لف بيه نعم والولد لف بيه لا 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 غير اللي في لف بي ده اللي لف بي دي ممكن تعدي أمشيها لكن الكرة جاية ما لعوبها بالعرض وأنا شايفها وشايف اللي جاي قدامي وافضل واقف مستني واللي جاي قدامي لو حط رجله جون وعداني هالوقت بس يعني اللعب الموزنبيق الكرة عدت رجله يا دوبك شوت تاني دي كرة تلعبت بالعرض لا شوت الأولان يا جماعة الأولان الكرة تلعبت بالعرض جات في الشوكة منبرك اللي جات في الشناو يطلح اللي هترافعت من نهاية تاني اللي هترافعت من نهاية تاني اللي هترافعت نفسه كلنا ممكن يحصر لكن هي مش في كده الفكرة كانت فيه ان هو مستني واللعيب اللي جاي من قدامه هو اللي كان حيلمسها يجبها جون هي دي الفكرة في التخطية العكسية أنا بقولك حاجة عن يعني أنا كنت باع عليك مركزك مينفعش أفضل واقف مستني واقف مستني يبقى أنا غلطان مليون في المية محمد حالي طبعا لعيب له اسمه له خبره طبعا لكن بقول الله بكل أمان بكل أمان أحمد فتح بالنسبال اللي ما بيلعبش كرة من سنة معلش حاليا لعب داك جدا معلش معلش معك احترامي والله بجد بس أنا أنا اختلف معك ما وجدت نظر بقى سيبا أنا شايف أن محمد حمدي كان أحسن ثالث لعب بعد محمد صراح ومصطفى محمد يجي بعدهم محمد عمل جابهة كويسة جدا صنع الجون الأول وحتى الكرة اللي هي في الشروط الثاني الحمدي فاتح هو اللي عملها كان عمل جابهة يعني معلش محمد هاني كان عمل هو اللي جاي من عمده هو اللي عمله الأوفر يعني أنا رأيي أن محمد حمدي كان عمل جابهة أحسن من هاني نحيط اليمين لا طبعا بس هاني كان دفاعيا سابت لو هاني مش وقف على رجله النهاردة من ناحية الدفاعية شكرا بس عمر كمال لما نزل عمل جابهة همين كوية جدا عمل كمال لما نزل عمل جابهة دا عمل 8 عرضيات عمر كمال أنا قلت جملة في الأول وقفتيني عندها وقلت لك عن الكلام في الحال النقطة لو تالت ثابت طب ننشيه محمد اللعب صلاح هو دا الأزمة في وجهة نظر في المنتخب لا خلاف إن محمد صلاح في الوقت الحالي كل أمانة مفيش مدير فني منتخب مصر هيحط مثلا مثلا في تفكيره إن صاحب دا احتياطي نتكلم بصلاحة نتكلم بصلاحة جميل جدا حلو قوي نتكلم بصلاحة نحن النهارده عندنا زيزو واحد من الأوراق المهمة جدا 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 في انتخب مصر تحكي تليها قوي واحد من أفضل اللعيبة في رسالة عرضيات واحد من أفضل اللعيبة فيه التزديدات واحد من أفضل اللعيبة اللي تتحرك على الأطراف أو ما تقول لي زيزو خش جوه الملعب انت أفقط زيزو لا يقل عن خمسين أو ستين فيما من قوته طيب النهارده زيزو فعلا زي ما سابت شرح أول طاسك عنده بص يا زيزو في الحالة الدفاعية صلاح هيقف هنا ولو سمحت غطي مع محمد هلي صلاح مش هيدافع عشان نجيب من الآخر من أيام هيكتور كوبر وإحنا بنتكلم في المعضلة دي صلاح مش هيدافع عمر وارده ساعتها كان أيام ما كان متقلق شوية كان بيعمل الدور ده مع هيكتور كوبر وفي ظلنا عملين بنتكلم في توظيف لعب خط الوسط التالت اللي يلعب عشان يغطي وراء محمد صلاح النهارده انت بدأت بزيزو ولا احنا عارفين هو في الحالة الهجومية في نصف وغزبنا عنه في بعض أحيان كان بيعمل دول صنع لابة ويكمف داخل عمك الملح وفي الحالة الدفاعية بيروح عالطرف طريق ما هو زيزو بدانية كابتل الإسلام ما يستحملش لأنه في الزمالك عنده حرية فبالتالي عنده المساحة يحط جهده الكامل في الناحية الهجومية طب انت هنا أخضرت جهد زيزو في الرول اللي انت صنعتهوله لما جيت حولت الطريقة في النهاية المباراة لما اتزنقت ونزلت كوكا جنبه صام حمد وحولت الطريقة لأربعة اربعة اتنين فلات بتخرج زيزو رغم انه هو اكتر واحد بيلعب قوات عرضية ازاي يعني؟ بالمنطق يعني عشان كنا انا قلت التغييرات بتاعت والافكار فيتوريا في بعض الأحيان لا الاخترات هي مش فنية انا عمدي حسابات أخرى هتيجي على حساب المنتخب المعاكمة احترامة منتخب موزنبيك طبعا اكتهدوا ومبروك عليهم النقطة بتأصبك انه هو بيختار المحترف اكتر من اللعاب المحلي بيعمل حساب هو راسم الرسمة راسم الرسمة زي ارجنتين ميسي انا هبني المنتخب على ميسي انا هبني المنتخب على صلاح وفي فرق حسابة النظمة مهمة جدا انما كنت بابني المنتخب على محمد صلاح من 2015 او 16 او 17 كان برضو صلاح لسه ايه اكيد طبعا يعني بحكم السن مستوى البدني احسن من دلوقتي نعم بالكام السلاح بيكبر وبالتالي انا في كل الاحوال يا كابت اسلام انا ليا تاكتك المدير الفني انت نزلت كوكا ومسا محمد السؤال هنا بتخرج زيزو اللي هو احسن واحد من الكلام الله العظيم وانا واقف بالحق لي هو طالع كده بالحق غريبة جدا ده فضة وسط الملعب كمان لا غريبة جدا للتغييره انا عندي احسن واحد برفع افرات مين زيزو خلاص اطلع الاحسن واحد برفع افرات وانزل احمد حسن كوكا علشان يلعب دماغه طب مين هيديه الافر مين هي عمله الافر فهي فكرة كل امان احنا متخب مصلحة الفريق احنا بكل فني ويه ده ما قلنا للاه فقط تحليلية احنا بنحل وفتكت اسلام احنا قلنا ايه ساعتها قلنا هو يختار اللي هو عايزه والجادة اللي هو عامله في القريب انت حر يا عامل اللي انت عايزه بعد الشغل نتحاسب النهاردة اول مساحة للشغل اللي احنا شفناه النهاردة فيه اخطاء وامور سيئة النهاردة مع كامل الاحترام احمد حجازي اسم كبير جدا جدا في ادفاع مصر وتاريخين نعم احمد حجازي منذ عودته من الاصابة مع اتحاد جده مستوى مع اتحاد جده سيئة حتى في ماتش النادي الاهلي احمد حجازي ارتكب اخطاء عديدة النهاردة الهدف التاني وضح للغاية للغاية وتلعب بهاي لين ديفنس طبعا اي حد يفتح سبرينت بالمنطق يا هيزبق يعني انا النهاردة قلعب بأحمد حجازي لو انا مأخر دفاعي لك انا النهاردة قلعب بأحمد حجازي وطبعا كم اخطاء في التحركات ما بينه مش عارفين اعموها بعض يا حتى وده كويس وده كويس هم مش عارفين اعموها بعض واضحة قوي وبصراحة منتخب مزنبيك تاني والله منتخب متواضع طبعا كم احتراني والله منتخب انا على فكرة انا كنت حسألكوا السؤال ده اصلو يعني انا برضو من ضمن الاحاديث وهو بيتكلم روي فيتوريا احمد قال انه منتخب مزنبيك منتخب قوي جدا على عكس ما الناس قيلت اه منتخب قوي وكويس انا هنا برضو لما باجي اتكلم باتكلم فنيا فقط بعيدا عن اي حاج اولا تصنيف المتخب المزنبيك منتخب تصنيف وتصنيف رابع ده اول ثانيا منتخب مزنبيك اقل منك فنيا بنسبة تتعدى بنسبة كبيرة جدا جدا واضح الفرق يعني حتى انت وحش قدرت التعادل مع فريق صحيح صح لو يعني لو ضغط عليك سنة وكان بيعرف يجيب الجوان كان ممكن يجيب في الجنة او بيعرف يحتفظ بالكورف اخر خمس دا او بيعرف يحتفظ بالكورف اخر خمس دا صحية وبالتالي لا منتخب مزنبيك منتخب جيد او كل حاجة لكن انت احسن منه بكتير جدا 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 ما نفعش اطلع اقول هذا الكلام انا شاف ان المنتخب مزنبيك مش منتخب جيد خالص هما اتنين اللعيبة اللي في الفرقة كلها نوغية نظري اللي هو الباكليفت والجناح الشمال هما اتنين اللعيب منتخب ضعيف جدا عايز اقول لها باك اخطاء روي فيتوريا لو نستعرض الحالات نبدأ بس حالة حالة مع بعض كده ونشوف فكره كان ايه برضو عشان اكد الكلام اللي اول حالة معنا بص حضرتك هنا ايه هنا دي في بداية الماتش في الثانية 16 فين محمد صلاح محمد صلاح تحت مصطفى محمد زي ما الكابتن اسلام كان بيقول هو راح نحية اليمين سنة سواء الوراء 4 4-1-1 هو مش سنة يا احمد هو مراحش نحية التانية هو على طول يعني اذا كان هو عشان عدلتك اذا كان هو رقم 15 في الملعب فهو رقم مش عارف اقول 10 يمين هو 9.5 9.5 9.5 يمين يمين تحت المهاجم مصطفى محمد يمين كل ما ديجي تتكلمون اه يمين ودي على فكرة ودي على فكرة عاملة مشكلة ان انت عامل تحميل عدد كبير جدا يعني بص هنا هنا هاني هاو من قدامه زيزو واقف معلق قدامه طول الماتش عشان كده هاني ما كانش بايه بيزيد كتير في مشكلة واضحة في وسط الملعب انت النهاردة كنت محتاج تلعب بتلاتة فوسط الملعب اتنين منهم هجوميين صرحة صرحة بمعنى ايه وجهة نظري فاكر ما كنت بقولكو يلعب بحمدي او مروان او حد 5-6 ويمينه زيزو وشماله مرموش مرموش على شماله تريزيجي ومحمد صلاح لو كان عمل كده في هزي المباراة كان خلق شرط الاول كسبانه وكان هيبقى كل الفرقة بتهاجم بدل الحال اللي احنا شفناها وفي حال تاني لا دي والله ده الصح ده الحال الصح والله وفي حال تاني ممكن مروان عطية وحمدي فتحي وامام عشور بس لا يعني يبقى الاتنين اللي بيزيدوا احنا بنتكلم على احنا بنتكلم على سابت ان منتخب موزمبيك انا اسف اللفظة لا ما تحترموش احترام انك نزل تلعب ناجيريا وكاميرا وغانا مع كامير احترام صح احنا ليه ما كنا بنتكلم كنا بنتكلم في هذا الامر لانه اللعبة دي او يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتعمل في هذا الامر انه ان ان انت تضغط عليهم من الناحية للهجومية انت لو كنت جبت الجني التاني مش خلص اربعة خمسة صح يعني صح صح احنا بتكلم بقى كان لعيبة كورا يعني انا بشوف ممكن اقوم يا سامين هنا بص يعني انا بص هي النقطة دي اللي انا بتكلم فيها ان ده ازيزه هنا وده مصطفى محمد محمد صلاح دايما دايما هتلاقيه في الجزء ده اه صح عمره ما كان في الجزء اللي هناك صح اه اه يعني محمد صلاح كنته دايما بتلاقيه في الجزء ده بينزل لغاية هنا بينزل تحت وبعدين ينزل لغاية هنا يقف وبعدين يقطع لغاية هنا وبعدين يرجع يقف هنا وهكذا محمد صلاح كان كل تحركاته في المثلث اللي هو عامله لنفسه ده صح فهم بعيدا بقى يبقى ده مش عشرة ده تسعة ونص تسعة ونص بس 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 هو هو صلاح بياخد واخد حرية مديوله حرية بحيث ان هو يتحرك هو صلاح من دماغه بيروح نحية اليمين عشان عدلته بيروح مع نفسه نحية اليمين بس انا شايف الافضل الافضل كان صلاح لعب مكان زيزو في حتته اه اوكي ماشي دي حاجة تانية انا بكلمك على النهاردة اه نهاردة تحديدا انا كنت انا بتكلم فنان بقى اه يعني معلش انا بتكلم فنان هنا انا كنت شايف صلاح ما بين دايما مصطفى محمد وزيزو صح كلام حداك صح وزيزو قافل على 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 هاني على هاني طول المطش ليه بقى زيزو قافل على هاني لان زيزو مش عارف يخش ياخد الكرة الجوة ليه بقى بيخشش لجوة لان صلاح واقف في الحتة دي صح عملوا بعض صح فعملوا البعض قافلوا على بعض في كذا حتة صح و بس اقاس في المواطع بس غانة احرازة هدف اه واحد واحد واحنا يا رب يكمله على كده واحد واحد نكمل حواري حداك نفس الصورة اللي حداك هنا بقى ايه هنا الحالة الدفاعية بتاعة منتخب مصر نزو مع الصورة اربعة اربعة اتنين اه في الحالة الدفاعية هنا ايه محمد صلاح واقف جنب مين جنب مصطفى محمد لا هو واقف قدام محمد هو هنا برضو وجهة نظري في هذه الكرة اه و بيعمل ايه فهو بيدافع اربعة اتنين مهاجمين محمد واقف رأس حربه اه عشان يضغط على المساج ده ومصطفى محمد يروح مع المساج محمد لما بيبقى مش قادق يعني او مش عايز يعجي مش عايز يعجي مش عايز يعجي مش عايز يعجي محمد مصطفى هو اللي بيرجع ده واضح ان ده تكليف من من فيتوريا خلي بال هي في الحالة الدفاعية اربعة هم ورا اربعة قدامهم مين اللي علقى زيزو وتريزيجي زيزو ناحية اللي مين وتريزيجي وفي النص حمدي والنني انت انت بتلعب باثنين ارتكاس طول المطش صح زيزو وحمدي فاتحي والنني الاثنين الارتكاس عشان كده كانت شمال واقع اه والشمال واقع ليه مصطفى محمد اهو جنب محمد صلاح قدام ده في الحالة الدفاعية ده شكل مصر الدفاعي كان فيه مشكلة واضحة في العمك لان النني بصراحة بقى له فترة ما بيلعبش مستوى النهاردة ممكن مش جاهز قوي فكان الافضل من وجهة نظري كان يبقى مروان عطية في الحتة دي يبقى مروان عطية وحمدي فاتحي وامام عشور احسن تلاتة يلعبوا في وسط الملعب دلوقت في الفترة الحالية والتلاتة اللي قدام يبقى محمد صلاح نحية اليمين ونحية الشمال تريزيجية وقدام مصطفى محمد هات الصورة اللي بعدها بقتحركات هنا برضو نفس الشكل اربعة اربعة اتنين هم محمد صلاح جنب ايه جنب مصطفى محمد برضو صلاح راح نحية اليمين مصطفى محمد راح نحية الشمال نفس الشكل كان دي دي الأدوار الدفعية بتاعت المنتخب هات الصورة اللي بعدها برضو هنا نفس الشكل برضو أربعة أربعة أثنين مين محمد صلاح جنب مصطفى محمد بس خبا جاسبت دي نفس اللعبة أعتقد طب هات الصورة اللي بعدها هنا بقى فين حداك بتتكلم عليه هنا التوظيف الغريب اللي عامله لمحمد صلاح في الحتة دي محمد صلاح نازل لي فينا كريم نازل سلم نازل يساهم في مرحلة البناء ومرحلة التضارب بالكورة ما معلش ايدي مرة واحدة برضو بزرعة طول المتش أو مباتين دم السيستم لا هو عايز ينزل يخلي محمد صلاح صنع ألعاب يساعد في البناء ويساعد في التضارب على فكرة مش بقول ان انت بتقول هذا لا ولكن انا بقول ان محمد يعني انا معرفش استحلقه ان هو قال له كده لو هو عايز لعيب وصنع ألعاب فقط يعني صنع ألعاب معنى صنع ألعاب معنى صنع ألعاب ايه نوعه بياخد كرة كده يعمل ثرو باس ناحية اليمين ثرو باس ناحية الشمال شوف محمد تمركزه لو جبت الخريطة الحرية بتاعت محمد صلاح طوال المباراة حتلاقي على اليمين حتلاقي على اليمين بنسبة 90% أو 10% ناحية الشمال فلو انت جبتلي صورة دلوقتي ومحمد ناحية الشمال ها هقولك ماه ده مش سيستم السيستم ان هو ناحية اليمين أكتر بكتير او ما بين اليمين ومصطفى بس هو ري فيتوريا فهمت الفكرة اه انا فتكلم على فكر ري فيتوريا فكره هو كان عايز يعمل كان عايز يبقى أربعة أربعة اتنين محمد صلاح بينزل لتحت سنة عشان يبقى الاتنين الفراودة مختلفين عن بعض واحد تسعة صريح زي مصطفى ومصطفى بينزل يتحول صنع ألعاب ويساعد في التدرج والبناء مكون بقى ان صلاح بيروح ناحية اليمين عشان عدلته هو عايز أهو أشوال فعايز يخش الجوة بعدلته يعني هو هو نازل هنا ليه يعني هو نازل هنا في السورة اللي قبلها هو نازل هنا عشان يبقى بوشه للملعب هو عدلته أشوال فرايح ناحية الشمال غير انه هو أصلا بلعب طول في الفترة الأخيرة كلها طوال السنين اللي فاتت بلعب جناح يمين ناحية اليمين فهو نازل عدلته فدي توظيف انا بتكلم بقى تحديدا هو السبب هنا انا شاف ان محمد صلاح خسارة يبقى في الحتة دي محمد صلاح يبقى جوه جوه الثمانتاشر فطورته يبقى جوه عشان يعمل فرص كتير عشان خاطر يعمل محاولات انت ليه بتاخد من صلاح صنع علعاب ليه بتحوله صنع علعاب مش عارف هي دي الفكرة ليه محمد صلاح الأفضل وين جناحية اليمين خاصة في المتشاط السهلة ما واحد بس يا برضا يسببت الشوت التاني كانت أوضح ان صلاح كان فعلا كله على يمين يعني شوت دي عواج التحديد يعني مثلا اللي كانوا بشلحه كتإسلام ده فعلا الحظ الشوت الأول ان هو صلاح بيرعب ما بين الفول باك والمساك بتاع المنافذ الشوت التاني اللي بدأ يتزنق بدأ هو يعكس بقى بدأ يدخل وزيد طبعا خلاص زيزو تم اهضار مجهوده بشكل كبير جدا والولد دعين في الملعب مش عارف يعمل ايه اه طبعا اه طبعا عندي واجب دفاع ودفاع وعرض محمد صلاح لكن هجوميا ورقة زيزو يا كابتن الإسلام ورقة خطيرة خطيرة زيزو مش عاببا يعمل ايه بسأل التضرب لحرك شرحته ده بالزبط هو ده انا مقفول علي الحت اللي عايز اجري فيها صلاح واقف فيها فمش اقدر اتحبه ولو عايز اخش الجوه مش اقدر اتحبه عايز اطل على برا بلاقي هني عادي ورايا بالزبط فبدأ ان هو فيتوريا بدأ يحس ان الملعب اتخنق منه بسأل كور ده مين خاب منه خطر وسط موزنبيك لان هم سابتين الفريق بيرعب تقادر خطر وسط يعني واضحين وعمل كسافة عددية وقادر ما يروح عليك تفضل لا تفضل كنت ساجل ان هنتلع فاصل احادي لا لا تمام فاللي عايز اقوله هنتلع فاصل بس اكمل كلامك تمام اللي عايز اقوله ان هي احنا كل بقى الاخضوط جمعت عشان موزنبيك هذا الفريق اللي معانا رقم ليه رقم غريب جد موزنبيك لقى هجمتين بشطين على المرمى بجونين جابوهم هدفين نسبة نجاح مية في المية انت روحت على المرمى موزنبيك واحد وعشرين مرة ما بين التالت خشبات خمس مرات باي بايين او ده اللي انا قلته في البداية باي بايين ان انت ما عندكش نجاح هجومية